تطورات جديدة في أحكي ذكرى الشابي ومرت عامها على الشابي رملة ذويبي ذكرى الشابي قادة تهجم ليميت هذومة بشدة وكل مرة قادة تصعد في الهجوم متاحة على رملة ذويبي اللي اتهمتها المرة هذه ببرشة اتها ميت تختيرة اختيرة على الأخر اتهمتها أولاً إنها هي اللي سيحر على الشابي ومغلوب على أمر واللي هو ساير فيه من جرة رملة ذويبي وقتلها اللي رملة ذويبي هي المسؤولة على المرض اللي أصاب ذكرى الشابي وكنت حكيت عليه في فترة سابقة معناها طلع لها معناها تكتلت متعدم في بدنها الكل ومشيت للطبة الكل وطلعت تحليلها الكل هلا بس ما عندها حتى شي بعد ديك قالوا لها برأ امشي أعمل رقية شرعية وكيف عملت رقية شرعية تنحق عليها شي هذيك وطلع لي هو سحر حسب كلام ذكرى الشابي وقتلها اللي انتي يا رملة ذويبي انتي اللي عمتلي هذي الكل تحب تحطمني وتحطم معايلة الشابي بعد ما حطمت على الشابي وجهت لها عديد الاتهامات وقتلها أنا نحاربك بالقرآن ووصعتها إذا كان توصل تمس شعره واحدة ولا تتمس شعره واحدة من بوها منجي الشابي فراهي وقتها بش تكشفها وطهبطلها الفيديوهات متاحة وقتلها راه وإذا كان شعره بركة من بابا منجي الشابي تتمس فانا مانيش بش خليك لانتي ولا العصابة اللي معاك اللي قاعدين يحاولوا يبيراتي ومعنيها الكونت بتاع ذكرى الشابي وقتلها الفيديو اللي تحبط فيهم على اليوتيوب بش تذر بوها راي هي فيق بيهم ووجهت لها عديد الاتهامات والنعوت انا بصراحة ما نحب بش نقولهم بش نخلي لكم معنيها الستاتيوم تحت نجم وتقرؤها انا من غير ما نقول هذيلي انهم نعوت بش على الغاية زيدة قتلها اذا كان انتي تمس شعره من منجي الشابي فراو بش نخليك تمشي غابرة اللي انتي حطت بين قوسين تي فيها يعني تشم فيها اللي انتي تشم في الغابرة اتهمتها بانها تتعطى المخدرات حسب ذكرى الشابي وستاتيوم تحت ذكرى الشابي بيانسور هي اللي تتحمل المسؤولية الكاملة فيها